أكدت الإدارة العامة للطيران المدني استعدادها الكامل لاستقبال طلاع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى البلاد بعد انتهائهم من موسم الحاج وقال مدير إدارة العمليات في الطيران المدني منصور الهاشم إن إجمالية الرحلات المخصصة لعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 44 رحلة وأوضح أن أول رحلة ستصل فجر يوم السبت الأول من شهر يوليو المقبل لحسب رحلات المجدولة على طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية في مبنى T4